وصلت القافلة الطبية التي تنظمها جامعة طنطة أعمالها في مدينة السلوم بمحافظة مطروح ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وأوضح رئيس جامعة طنطة الدكتور محمود زاكي أن القافلة تشهد لليوم الثاني على التولي إقبالاً كبيراً من الأهالي حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لستمائة وتسعة واربعين مواطناً وإجراء ثماني عمليات جراحية في عدة تخصصات بمستشفى السلوم التخصصية ليصل إجمالي عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم إلى 1226 مواطناً وإجراء 14 عملية جراحية ضمن القافلة التي تأتي بتعاون مع اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات بمجلس الوزراء